استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة موثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس ومناء المؤسسة الخيرية الملكية مجموعة من سفراء الدول العربية لدى مملكة البحرين يتقدمهم الشيخ عزامل مبارك الصباح عميد سلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت الشقيقة وخلال اللقاء نقل سموه تحيات جلالة الملك المفجة حفظه الله ورعاه لسفراء الدول العربية الشقيقة وتمنيات جلالته لهم بالتوفيق والنجاح وتقدير جلالته لجهودهم الكبيرة في تقوية أواصل المحبة والعلاقات الأخوية المتميزة بين دولهم الشقيقة ومملكة البحرين كما عرب سموه عن تقديره لزيارة السفراء العرب إلى المؤسسة الخيرية الملكية مقدرا للشيخ عزامل مبارك الصباح وبادرته الكريمة في الأعداد لهذا البرنامج معربا سموه عن اتزازه به خاصة وأنه يعتبر تقديرا كبيرا للأعمال الخيرية التي تشرفت المؤسسة الخيرية الملكية بتنفيذها وفق رؤية وتطلعات جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأكد سموه بأن المؤسسة الخيرية الملكية استطاعت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوجهات جلالته في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي التي كان أخرها حصول البحرين على المركز الأول عربيا وخليجيا والثالث عشر عالميا على مؤشر العطاء العالمي عام 2015 وذلك من بين 145 دولة خضعت لتقييم المؤشر الذي يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين الفقراء في العالم مبادراتها لمساعدة الذين يعانون ألام الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية للجميع ومنهم النازحون خارج دولهم حيث لا تقتصر الجهود البحرينية على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح المالية فقط وإنما تشمل المساعدات الإغاثية وإقامة المشاريع التنموية كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمكتبات وحفر الأبارة علاوة على جهود العمل التطوعي بمختلف أشكالها ومسمياتها مؤكدا سموه عمق العلاقات الأخوية المتميزة الوثيقة بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة سائلن المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والسلام للجميع فخور وسعي جدا أني أولا ألتقي بكم في هذه المؤسسة العريقة هذه المؤسسة الخيرية التي تحمل اسم كبير ومسؤولية أكبر تجاه الخير ونشر السلام ونشر البسمة لهؤلاء المحتاجين سواء كانوا يتامى أرامل أم محتاجين من المصائب التي نواجهها سواء كانت طبيعية أم سواء كانت حروب أو إلى آخرة فأحنا فخورين جدا اليوم بهذا العمل وأنا لا أعتبر أننا وصلنا إلى المستوى المطلوب نحتاج المزيد نبغي نساعد قدر المستطاع مثل ما ذكر الأخ مصطفى السيد أن صحيح المملكة البحرين لا تملك قدرات عالية ولكن نحن نأكد أن نحن دائما سنكون سباطين في الإبداع وسنكون متواجدين دائما لأخواننا المحتاجين سواء كانت داخل أو خارج مملكة البحرين وقد قدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية نبذة عن تاريخ المؤسسة وعدل الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والفئات المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع الرعاية التي تقدم لهم والمشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة في شتى المجالات وتوجهات جلالة الملك المفدى في إغاثة ودعم الشعوب والدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض لأزمات وكوارث موضحا أن جميع هذه الأنشطة تلقى دعما ورعاية متواصلة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء ومؤذرة صاحب السموى الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما تقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الخارجية لعمل المؤسسة الخيرية الملكية كما تم عرض فيلم توثيقي بعنوان ملاك يتناول مشاريع البحرين التعليمية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالإضافة إلى مدرسة البحرين الأساسية للبنات في إربد وقد أشهد الشيخ عزام المبارك الصباح في كلمة نيابة عن السفراء العرب بجهود جلالة الملك المفدى في دعم العمل الخيري ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين داخل وخارج مملكة البحرين مثمنا جهود اسمه الشيخ ناصر بن حمد في إدارة العمل الخيري والإنساني الذي تقدمه المؤسسة الخيرية الملكية ودعمه اللامحدود لإقامة المشاريع الخيرية التنموية في كثير من البلدان المتضررة ما ساهم في تخفيف الضرر على الشعوب المنكوبة ومساعدتهم في إعادة الأمل وبناء مستقبل مثمر لهم وهو عمل غير مستغرب على البحرين التي كانت سباقة في دعم ومساعدة وإغاثة المنكوبين والمتضررين في مختلف دول العالم ما يدل على حسن الإدارة والتنظيم الكبير الذي تعمل المؤسسة من خلال قيادة سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى المؤسسة الخيرية الملكية دور إنساني واجتماعي شامل طال كل المحتاجين من لا عائلة لهم في البحرين بداية ووضعت بصماتها في أعمال الإغاثة والتنمية في دول عديدة عربية وغير عربية حزمة مشاريع وإنجازات الخيرية الملكية عرضت على سفراء الدول العربية في البحرين في لقاء شرفه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية عرض أتى من حرص المؤسسة على إبراز دورها الذي لا ينحصر في حقل واحد حاولنا نبرز دور جلالة الملك الإنساني في اهتمامه الشخصي والمؤسسي للأرامل والأيتام اهتمامه من ناحية توفير المعيشة الكريمة لهم الدعم الشامل وأيضا حنانة وحبة واحتضانة لهم في مناسبات مختلفة اللي عن طريقة يعرف احتياجاتهم يوجهنا إلى تقديم أفضل خدمات الدبلوماسيون العرب من جانبهم أشادوا بما توليه الرعاية الملكية السامية بالأرامل والأيتام معربين عن تغديرهم لجهود المؤسسة الخيرية الملكية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يتضح تماما البصمات الإنسانية التي يلمسها كل مشاهد إن كان في الأعمال الخيرية لرعاية الأرامل والأيتام في مملكة البحرين أو إن كان الأعمال الإنسانية التي قامت بها المؤسسة بتوجهات من جلالة الملك حقيقة كل البيانات والشرحات التي استمعنا إليها أعطتنا فكرة ملموسة عن القيمة الإنسانية الكبيرة والعميقة لهذه الأعمال برعاية سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لقاء أكد من خلال ما تم عرضه مدى مهنية واقتدار المؤسسة الملكية في تقديم المساعدات والمشاريع الإغاثية للدول المتضررة والمنكوبة سفراء العربي في البحرين كانوا على موعد مع إنجازات هذا الصرح الخيري الكبير فأجمعوا على أن الخيرية الملكية ليست مفخرة للبحرين فقط إنما لكل الدول العربية بس أعمل بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين